لا أستطيع الابتعاد عن درويش لأنه درويش جزء من فلسطين وفلسطين دائما هي ذاكرة وقلب وروح وعقل ووجدان درويش مئة يوم من هذه الجولة من قلبي أتمنى أن تكون آخر الجولات ولكن لن أتحدث عن حصاد المئة يوم ولكن هتكلم شوية عن رأي دكتور محمد سبيتة في محاكمة لهاي والتي تجري خلال أو التي كانت تجري يوم الخميس الماضي وفي نفس الوقت البجاح الإسرائيلية منقطعة النظير عندما بدأ فريق عملهم بالحديث كيف ترى هذه المحاكمة؟ أولا نتحدث عن مجموعة من الأجزاء هذه المحاكمة كانت رسالة إلى العالم رسالة من دولة من أكبر دولة عانت من العنصرية من دولة نيلسون مندلة الذي قضى 28 سنة في زنزانة انفرادية هذه الدولة التي كانت نموذة للعنصرية والأبرتايد فعندما يكون الدعوة مقامة من هكذا دولة فهي تعي وتعرف ما تقول لو أنت انتبهت لأول متحدثة في الفريق القانوني تا جنوب أفريقيا وهي الدكتورة عديلة هاشم هي من جنوب أفريقيا ولكن أصولها يمنية أبوها يمني هاجر إلى جنوب أفريقيا في الأربعينات الآن على مدى يومين السوشالمية تتحدث عن مداخلة الدكتور عديلة هاشم وكيف كانت رائعة وواضحة بمنتع القوة وتلاها الفريق للجنوب أفريقيا كان يتحدث لأن الحقائق على الأرض بارزة وممثلة القتل اليومي في غزة عشرات الأطفال يعني 23 ألف شهيد منهم 11 ألف طفل يعني أكبر مجزرة للأطفال في تاريخ الأمة ترجمة نانسي قنقر